بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد كيف أتعامل مع أخطاء الناس؟ لا كيف أتعامل مع أخطائه؟ الناس لهم أفكار ولهم أخطاء قد تكون أنت إنسان ملتزم ونظرت إلى إنسان متبرجة السؤال هل تقول لها أنت متبرجة وأنت تعصين الله وأنت في قعر نار جهنم؟ فعلا هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله لو نظر إلى إنسان يشرب الخمر لو كان إنسان يعص الله تبارك وتعالى هل كان رسول الله يتعامل مع الناس بهذه الطريقة؟ هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى أنه كل خطأ أنظر إليه وكل أخطاء الناس أنظر إليها فأحاول أن أنهي الناس عن هذه الأخطاء انتبه جهيداً أن الأحكام الشرعية لها ضوابط معينة بمعنى أنك لو علمت أن كلامك يؤثر في الآخر نعم عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن لو رأيت إنسان متبرجة وتعلم أنها لا تقبل منك الكلام المباشر في النهي عن المنكر يسقط عنك النهي عن المنكر إذن أخطاء كثيرة موجودة في مجتمعاتنا كثير من الأوقات نحن ننظر إلى ظهر الناس ونعيب الناس بأخطائهم بسلوكياتهم الخاطئة ونسينا أن لدينا الكثير من الأخطاء من الثغرات الموجودة في حياتنا كيف نتعامل مع أخطاء الناس؟ قبل أن أتعامل مع أخطاء الناس علي أن أتعامل مع أخطائي لا شك أنا إنسان غير معصوم العصمة للرسول الله صلى الله عليه وآله والعصمة للأنبياء عليهم السلام والأم سلام الله عليهم ولكن أنا وأنت نحن أناس نعرض إلى الخطأ فإذا تعرضنا إلى الخطأ لا تقول كل أعمالي صحيحة أنا لا أرتكب خطأا أنت الأب لا تدافع عن ابنك تقول ابني أعمال صحيحة مئة بالمئة أنت الأم لا تقولي أن بنتي كل تصرفاتها صحيحة وأنا أعرف أن ابنتي أو ابني لا يرتكبون الخطأ من يقول أنهم لا يرتكبون الخطأ؟ من يقول أنهم لا يقعون في أخطاء الآخرين؟ قد يكون يقع في أخطاء الآخرين إذن هناك قاعدة هذه القاعدة تقول قبل أن نعالج مشاكل الآخرين وأخطاء الناس علينا أن ننظر إلى أخطائنا معالجة أخطائنا نقطة مهمة في حياتنا نحن بالنتيجة إذا نعتقد أنني غير معصوم والآخر غير معصوم فإذن ممكن أنه يخطأ وإذا أخطأ لا أضع عليه علامة أكس ولا أتعامل معه هذا إنسان يرتكب المعصية هذا إنسان عند أخطاء في حياته إذن هذه الأسرة مثلاً أب كان يشرب الخمر وتاب إلى الله تبارك وتعالى الآن نقول هذا الأب نحن لا نأخذ ابنته لا نتزوج ابنته ولا ابن هذا الإنسان أيضاً نحن نأخذ منه ونزوجه ابنتنا إذن هذه إشكاليات موجودة في حياتنا لازم نعالجها سؤال قد يكون هناك شاب كان يرتكب الخطأ مثلاً كان شاب يرتكب المحرمات كان يشرب الخمر والآن تاب إلى الله فترة طويلة تاب إلى الله تبارك وتعالى ونحن ننظر إلى سلوكياته وإلى أعماله ونحن على يقين أنه تاب إلى الله عز وجل إذن نتمكن أن ننظر إلى أخطاء الماضية أنه كان يتجاهر بالمعصية كان في الماضي ألا تغير هذا الشاب لا نتمكن أن نحكم على ماضيه هذه نقطة هناك نقطة مهمة أيضاً الشاب الذي يخطب بنتاً هل بإمكانه أن يسأل عن ماضيها كان عندك علاقة حب؟ كان كنت مرتبطة بإنسان؟ شنو أنا سمعت أنه أنك انخطبتي وفصلتي شنو هي الأسباب؟ هل البنت مجبورة تعطي لهذا الإنسان تفاصيل حياتها الماضية؟ ليس من حق الشاب ليس من حق الخاطب ولا الزوج أن يسأل من زوجته تاريخ الماضي الماضي انتهى راح المفروض أنت الزوج لا تسأل هذه البنت عندك علاقة من قبل أو ما عندك علاقة أو أنك ما هي الأسباب وأرجع على الماضي ومشاكل الماضي وأخطاء الماضي ليس من حقنا أن ندخل إلى حياة الناس ونبحث عن تفاصيل حياتهم هذا أمر الله تبارك وتعالى لا يسمح لك ربنا والعقل والعرف والمجتمع يقول ليس من حقك أن تتدخل في شؤون الآخرين هذه نقطة مهمة البنت هل تتمكن البنت أن تسأل من خطيبها؟ تسأل من زوجها أنه أنا أسأل عن حياتك أنت قبل كنت تخاطب؟ كنت أنت تحب؟ ممكن تحكي لي الماضي ليس من حق البنت أن تسأل وليس من حقها أن تبحث في ماضيه ليس في ذلك فقط هذا الأجهزة الذكية بإمكان البنت والزوجة والخطيبة تذهب على مثلا تذهب على موبايل زوجها وتبحث فيه وتنظر إلى الرسائل هل يجوز لها؟ ارتكاب محرم لا يجوز للزوجة أن تتجسس على موبايل زوجها ولا أنه لا يحق إلى الزوج أن يتجسس على موبايل زوجته كل إنسان إلى خصوصيته كل إنسان إلى احترامه من الخطأ أننا نبحث عن الثغرات والعثرات أنا أعتبره هذا مرض عند الكثير من الشباب يبحثون عن الثغرات يريد أن يتصيد أين هذه هناك خطأ موجود عندها؟ أنا شكيت فيها شكيت في تصرفاتها شكيت في تعاملها مع الموبايل في من تحكي تحكي مع مين؟ تتعامل مع مين؟ تذهب إلى مواقع التواصل مع مين تحكي؟ على ما سنجر مع مين تحكي؟ هذا المرض لا بد أن نقلعه وإذا أنت الزوج ما عندك ثقة بهذه البنت لماذا خطبتها؟ أنت اللي ما عندك ثقة بها لماذا أنت توجهت إليها؟ المفروض أنت أن لا تتوجه إليها تعرف حدودك هذه حدود معينة ليس من حقك لا تقول هذه زوجتي زوجتك ليست هي ملك لك وليس هي من خصوصياتك أنت لك خصوصيات وهذه المرأة لها خصوصيات أيضاً أيضاً ليس من حق ابنه أن يبحث في خصوصيات ابنه أو ابنته إذن نحن نبحث عن الثغرات المشكلة فينا ليس هي المشكلة في الآخرين دائماً نسعى أن نعالج المشاكل نعالج مشاكل الآخرين ولا نعلم أنه نحن نعاني من مشاكل كثيرة أنت الإنسان دائماً تقول هذا الإنسان عنده أخطاء عنده ثغرات عنده إشكاليات فكرت أنه أنت عندك أيضاً إشكاليات أنت تعاني من أخطاء كثيرة في حياتك الإنسان الذي يبحث عن عيوب الناس عن زلات الناس عن أخطاء الناس ليعلم أن الأخطاء والعيوب الموجودة في حياته أكثر من الآخرين إذن علينا أن لا ننظر بنظرة سلبية إلى الناس الناس ندور على أخطائهم على سلبياتهم وين أخطائهم أيضاً الناس عندهم إيجابيات لننظر إلى إيجابيات الناس الجانب الإيجابي في الآخرين الجانب الأبيض في حياة الآخرين الجانب المملوء من الكوب ننظر إليه وليس الجانب الفارغ من الكوب هذه نقاط مهمة في حياتنا لا بد أن نتأمل بها لازم نتأمل ولازم نراجع نفسنا كيف نتعامل مع هذه الأخطاء نتعامل كيف نتعامل مع أخطاء الناس اللي نتدخل بها نعم نتعلم من أخطاء الناس اللي نقع نحن في نفس هذه الأخطاء هذه نقاط مهمة الإنسان الواعي الإنسان المثقف الإنسان الذي يقرأ الحياة قراءة صحيحة انظروا جيداً ترى اليوم عدنا مشاكل كثيرة عدنا أزمات كثيرة الواقع الاجتماعي لا يتحمل هذا الضغط النفسي الكبير الهائل أنه أبحث عن إشكالية هذا الإنسان هذا الجيران أبحث في مشاكله في بناته في أولاده في مجتمعنا إذن هذه الإشكالية المستمرة الموجودة عند الناس نحن نسعى ونحاول أنه لا نبحث في ثغرات الناس في عيوب الناس في أخطاء الناس تعالوا أحبتي خلي نبحث عن أخطاءنا إشكالياتنا أنت إنسان ليس جالس في برج عاجي ما عندك أخطاء أنت عندك خطأ وأنا عندي خطأ نحاول شيئا فشيئا ننظر إلى أخطاءنا بإيجابية أننا نتمكن أن نعالج هذه الأخطاء وحياتنا بين أيدينا الحياة مو شيء نرجسي لا نتمكن أن نغيره ونحوله أنا وأنت لازم نحاول وكونوا على ثقة كلتنا عندنا قدرة وقوة تسمى بالإرادة نتمكن أن نعالج أخطاءنا قبل من عالج أخطاء الناس وحياكم الله اشتركوا في القناة